قرار إصدار أسبوعية شارلي إبدو خمسة ملايين نسخة من عددها الجديد بستة عشر لغة تتضمن إساءات جديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فجر الرأي العام العالمي ووضع الإعلام العالمي على المحك صحف عدة آثرت المشي على خطى شارلي في بريطانيا وكندا وأعادت صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم من صحيفة شارلي إبدو وفي تركيا أقدمت صحيفة الجمهورية للرسومات الكاريكاتورية على ذات الخطوة ما فجر موجة غضب واسعة في أوساط المسلمين وفي الوقت الذي تحظى فيه خطوة الصحيفة الفرنسية الصاخرة بدعم غير مسبوق من مؤسسات إعلامية دولية في مقدمتها عملاق الإنترنت جوجل الذي قدم تبرعا صخيا لتواصل الصحيفة إصدارها لم يجف التيار المعادل الإسلام الإعلام الأمريكي صحيفة نيويورك تايمز رفضت الإنخراط في هذه الحملة الإعلامية التي تقودها شارلي إبدو معتبرة ما يقوم به الإعلام الفرنسي إهانة لا مبررة لها فيما امتنعت Associated Press و CNN و معظم قنوات التلفزيون الأمريكي عن نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل التضامن مع الصحيفة الفرنسية بالإساءة لختم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ذريعة من ذرائع حرية التعبير أم هو العداء الدفين وغير المبرر الذي يكنه الغرب للإسلام